اهلا بكم الى مجزي اخبار الان اكدت الشرطة البريطانية مقتلى سبعة اشخاص بالاضافة الى ثلاثة مهاجمين في عدد من الهجمات وسط العاصمة البريطانية لندن فيما قالت هيئة الاسعاف انه تم نقل ثمانية واربعين مصابا على الاقل جراء هجمات لندن الى المستشفيات وكان شهود افادوا بان سيارة دهست عددا من المرة على لندن بريج قال صادق خان رئيس بلدية لندن انه يجب ان لا يتم تأجيل الانتخابات البريطانية في بريطانيا يوم الخميس بسبب هجوم لندن وقال خان ان سكان لندن سيشهدون وجودا متزايدا لرجال الشرطة في المدينة بعد الهجوم الدمي لكن ليس هناك ما يدعو للضعر وحول الوضع الامني قال ان المستوى الرسمي للتهديد الامني ما زال عند مستوى حد اعلنت الرئاسة الفرنسية وجود فرنسيين بين ضحايا هجوم لندن الذي ادى الى مقتل ستة اشخاص وجرح عشرات اخرين بدون ان تضيف اي تفاصيل هذا وقال الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون ان فرنسا تقف اكثر من اي وقت مضى الى جانب بريطانيا بعد الهجمات في وسط لندن وصلت قوات الامن العراقية الى مشارف البلدة القديمة في الموصل بعد اسبوع على عملية عسكرية وصفتها الحكومة بالحاسمة لتحرير المدينة من احتلال تنظيم داعش وكشفت مصادر ان طائرات مسيرة عن المنطقة اظهرت اقدام داعش على اغلاق جميع الطرق المؤدية الى البلدة القديمة باستخدام عجلات تم نشرها على طول الطريق قتل جنديان واصب اربعة اخرون بجروح في انفجار لغما في دورية للجيش الجزائري بمنطقة فركان بولاية تبسا وتعد هذه العملية الثانية من نوعها التي تستهدف قوات الجيش الجزائري منذ بداية شهر رمضان بعد الهجوم الذي استهدف دورية لجهاز الدرك الوطني بمنطقة البلدة القريبة من العاصمة الجزائرية احتفلت جماهير ريال مدريد بقلب العاصمة الاسبانية في ملعب سانتياغو برنابيو تزامنا مع اعلان تتويج الفريق بلقب دور ابطال اوروبا للموسم الثاني على التوالي وعرض لقاء المرينجي ويوفنتوس عبر شاشات عملاقة بملعب سانتياغو برنابيو في العاصمة الاسبانية الذي امتلأت مدرجاته بالمتابعين وتفوق ريال مدريد على يوفنتوس باربعة اهداف لهدف بنهاي دور الابطال الاوروبي يصبح اول فريق يفوز بلقبين متتاليين بالمسمى الحديث لدور الابطال نهاية الموجز الى اللقاء اشتركوا في القناة